من السلوكيات الخاطئة الرشوة في العمل بحجة مواجهة أعباء الحياة وهذا سلوك حرام يجب عليك أن تقلع عنه وأن تتنزه عنه سواء أكان في العمل أو في غير العمل ولا يجوز للموظف أن يحصل على رشوة بحجة مواجهة أعباء الحياة فإن هذا سحت غير مقبول ولا يجوز أن يتبجح بأن الرواتب قليلة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعفاف بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة هذا عقد عمل بينك وبين من تعمل عنده فيجب عليك أن تحترم هذا العقد وأن توفي به افعل هذا لوجه الله ترجمة نانسي قنقر